وخليني أقول لحضراتكم أنه حتى لو الأندية دي قررت أنها تختار ملعب تاني بيبقى وارد جداً زي ما حصل مع أرتا سولار والزمالك أرتا سولار أساسها من جيبوتي ولعبه مبارات الزهاب في تنزال اللي يهمنا في الموضوع أو اللي يخصينا في الموضوع إيه أنه أربع فرق أو أربع منتخبات من اللي هيشاركوا مع منتخب مصري في تصفيات كاس العالم ملعبهم غير متابقة للمواصفات يعني مش هيتمتعوا باللعب على أرضهم وبين جمهورهم فبالتالي اتحاد الكرة المصري وحقيقة دي نقطة تحسب لي أنه تحرك من بدري شوية أنه يتواصل مع الأربع منتخبات دول عشان يستضيف مباراتهم اللي هيوجه فيها منتخب مصر هنا وليلأ حتى مباراتهم التانية يعني الموضوع باكتج في النهاية أفيد واستفيد أقدر أن أنا أقدم باكتج أقدر أن أنا أقدم ومصر إمكانياتها تسمح بدا فكرة أنك تقول لمنتخب زي إثيوبيا أو جيبوتي أو سيراليون أو غينيا بيساو أنه تعالوا يا جماعة العابوا عندنا هنا في مصر مباريات اللي أنتوا هتواجهوا فيها منتخب مصر والمباريات اللي أنتوا هتواجهوا فيها المنتخبات التانية ليه لأ وبالتالي يوفر بشكل كبير جدا على منتخب مصر فكرة رحلات السفر للخارج أو اللعب على ملاعب مش بجودة عالية فكرة كمان أنك أنت تقدر تقدم له يعني مش عايز أقول إغراءات ولكن تسهيلات خليني أقول لي سميها تسهيلات فكرة أنه يبقى تذكرت أنت كده كده لو منتخب مصر طالع بعثة منتخب مصر بتتحرك بيبقى عندك سفر وتكلفة سفر وتكلفة إقامة وتكلفة تغذية ومعسكر كامل بيبقى قبل المباراة مهمة جدا زي مباريات تصفيات كاس العالم فالي لا أنه التكلفة دي ما يتمش أو الدعم ده ما يتمش توجيهه للمنتخبات دي وتيجي هنا تعمل معسكراتها في مصر وتستضيف حتى الفرقة اللي هتنفسها لأنه هي مش بس هتلعب منتخب مصر أنت ممكن تقولون كمان أنه منتخب زي مثل منتخب جيبوتي يقدر يقابل هنا سيراليون ويقدر يقابل هنا غين يابيساو وهكذا وبالتالي يبقى الفكرة إلى حد مام مقبولة ووين وين فكرة أنه كل الأطراف تطلع فايزة في القصة في جميع الأحوال سواء لعبنا هنا أو لعبنا بره أعتقد أننا أمام فرصة عظيمة جدا للتأهل إن شاء الله لبطولة كاس العالم في 2026